طب الواحد إزاي يميز أو يفرق ما بين إنه عنده برد وعنده حساسية وبالذات كمان لو هذا الأمر بينطبخ على الأطفال طب خلينا نقول إنه ميز ما بين عدوة تنفسية زي سواء كان البرد أو الانفلونزة أو كورونا لإنهم بيجوا بنفس الأعراض دلوقتي بنفس الأعراض بالضبط ميز ما بين البرد والانفلونزة وكورونا وما بين الشخص المريض الحساسية الشخص اللي عنده عدوة تنفسية لازم بيكون فيه ارتفاع حرارة حتى لو بسيط يعني حرارته 38-38.5 البرد طبعا بتبقى الحرارة أقل من الانفلونزة الحرارة ممكن 38.5 مع آلام في العظام بيبقى الانفلونزة مرض سريري الشخص ما بيقدرش يتحرك عنده زكام عنده رشح عنده التهاب شديد في زوره عنده مشاكل تنفسية عنده آلام في العظم دي الانفلونزة البرد بيبقى زكام ورشح واحتقام بسيط وارتفاع متوسط في الحرارة والشخص ده بيبقى عنده دور على عكس الحساسية الحساسية الشخص لإما بيعتاد في هذا الموسم بالذات إنه هو بيجيله أعراض زكام المتواصل الرشح المتواصل ويقولك أنا بتعف في نفس الوقت من السنة طب اللي بيبتدي ببرده يكمل برشح يعني يكمل بقية يعني اللي بيبتدي بالأعراض دي لأنه كنا بنتكلم كنا قبل الهوى على الموضوع ده بقى أعراض البرد ودرجة حرارة حرارته بترتفع ويهو الكلام ده كله وبعدين بعد كده بتكمل معاه بقى الرشح ويكمل معاه هل دي حساسية مرتبطة بالبرد مثلا ولا بيبقى طيب هو لإما مضعفات عدوى تنفسية إنه هو دور البرد ساب عنده مضعفاته الشخص ده بوضعيف مناعيا يعمل له ما يسمى بالتهابجي وبالأنفية أو هذا الشخص مريض حساسية احنا كنا زمان كنا بنقول الشخص مريض حساسية تهيت من الطراب والغبار وحبوب اللقاح والفطريات العدوى التنفسية الآن هي أشهر مسير لحساسية الأنف والصد بمعنى لن مريض حساسية الأنف دور البرد ممكن يقلب بحساسية مزمنة دور البرد ممكن يقلب بحساسية صد بالتالي العدوى التنفسية عشان كده بنقوله والحساسية ممكن أيضا تقلب بدور برد لا بتبقى الحساسية مضعفاتها مع دور البرد وقتير بمعنى أن مريض حساسية الصد لو جاء له دور امفلوانزة اللي بنخاف عليه أكتر من غيره لأن مضعفات عدوى التنفسية أن الإنفلوانزا ممكن أن مريض الحساسية تقليل بالتهاب رقاول الدور البرد يقلي بالتهاب جيب أنفية فبالتالي مريض الحساسية العدوى التنفسية هي نمبر واحد في الخريف أكبر مسير هو ممكن يبقى كويس جدا ويجي له أزمات في الشتاء والخريف بسبب العدوى التنفسية مش مو التراب بسي زي ما كنا بنقول للعينين اللي بيتعرض للتراب بيجي له زكام أو رشح مش من حبوب اللقاح مش من شعر القطة العدوى التنفسية اللي هي البرد أو الإنفلوانزا هي أكبر مسير لمريض حساسية الأنف والصد عشان كده موسم الخريف والشتاء لمريض الحساسية من أسوأ المواسم على الإطلاق بالنسبة للأعراض تلاقي الطفل مريض الحساسية في هذا الموسم الأم جلسات على طول بخخات على طول أزمات متكررة بسبب الرشح المتكرر حساسية الأنف هي أكبر مسير لحساسية الصد الشخص اللي بتحسس من مراخيره عنده إفرازات خلفية دائمة على طول الأم تقولي يا دكتور مراخيره بتزكي من هنا سدره يقفل من هنا بيبقى أكبر مؤشر لأن الشخص ده يخش في أزمة هي الأنف عشان كده بنقول الأم أول ما ابنك يشعر بنوع من الزكام أو الرشح اخسل مراخيره بمية البحر ياخد دواء الحساسية على طول لازم طبعا وضروري احتياطاتنا ما قبل أنه يجل البرد يعني إحنا وجلوا برده خلاص يبقى دواء حساسية باستمرار أخسل مراخيره بمحلول المرح أبتدي أدي مساعات الشعب باستمرار عشان أمنع الإفرازات الخلفية أنها تنزل على الرئة وبالتالي ما يخشش مني في أزمات ربوية طب ده كله طب ما أنا ممكن أعمل احتياطات ما خليش العدوى التنفسي تيجي أو لو جت ما تكونش وقعها خطير وسيء على مريض الحساسية اللي هو أول حاجة أدي لابني لقاح الإنفلونزا طب لقاح الإنفلونزا إيه دوره لمريض حساسية الصدر طب لقاح الإنفلونزا هو مهم لجميع الفئات طب ليه مريض الحساسية بالذات؟ لأنه زي ما قلنا وقع الإنفلونزا بيكون خطير على مريض حساسية الأنف وصد فبالتالي أول خطوة ناخد لقاح الإنفلونزا لو ابني فوق الستة أشهر خصوصا لو مريض حساسية أنف أو صد أو دائف مناع ستة أشهر هو يعني هو صالح من ستة أشهر لمشاء الله؟ ستة أشهر فما فوق جميع الفئات ولكن بيتاخذ بجرعات مختلفة على حسب السن لو سن طفلي من ستة أشهر لتسع سنين وهو أول سنة ياخد هذا اللقاح هياخد جرعتين فاصل ما بينهم شهر يعني ياخد جرعة دلوقتي وجرعة تاني بعد شهر لو ابني في نفس التوقيت ده أنا عارفه وبديله لقاح الإنفلونزا هياخده مرة واحدة فقط لغير طب لو السن فوق التسع سنين هي مرة واحدة سواء كان خده قبل كده ولا لا طب هو مناسب للجميع؟ مناسب للجميع بما فيهم الحوامل والمرضعات بما فيهم كبار السن بل بالعكس بنقول الفئات الأقصر حرصا وأولوية أنهم ياخدوا الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة مرضى السكر مرضى القلب مرضى الحساسية ليه زي ما قلنا بيكون وقع الإصابة عليهم أخطر من غيرهم ممكن هذا مريض مريض القلب يخش في مضعفات عند الإنفلونزا الإنفلونزا ليست مجرد دور برد زي ما ناس معتادة أو بتعتقد طب ما أنا خدته وجالي دور برد طب هو اللقاح ما فيهش فايدة يا جماعة احنا عندنا أكتر من فصيل أكتر من 200 فصيل برد وإنفلونزا طب اللقاح بيحمي من أحد أشرس أربع فصائل عالميا اللي هم أخطرهم على الإطلاق عشان كده سمي باللقاح الربيعي فبالتالي أنت بتدي حماية تصل إلى 75% ولكن قد تصب دور برد قد تصب دور إنفلونزا ولكن بدون مضعفات وده الأهم وحتى لو أصبت بتبقى أقل حدة أقل خطورة وبدون مضعفات عشان كده تقول أم أنا خدته وبيجيله برد برد يا جماعة نفس المبينة اللي اتنين ممكن طفلك يجيله برد بس ما يخشش في مضعفات والبرد غير الإنفلونزا الإنفلونزا فيروس خطير وليني سبافيات عالمية يعني الإنفلونزا من قبل كورونا كان ليني سبافيات عالمية الإنفلونزا ليه مضعفات على الرئة فتح الأزرم ومضعفات على المخ قد يؤدي إلى التهبات رئوية قد يؤدي إلى فشل في التنفس ويؤدي إلى مضعفات خطيرة يؤدي إلى لفاة إحنا كنا في الشتاء كل سنة بنلاقي أطفال في الرعاية المركزة بسابق التهب رئيلي سؤال الموضوع غريب شوية يعني ليه فجأة بقينا بنلاقي في السنين اللي فاتت أطفال كتير قوي ألاقي الأممات بتقول سنة ابني عنده جلسة تنفسية جلسة مش عارفة إيه بقى كتير قوي يعني من كترو بقى حتى في البيوت بيعملوها زمان ليه ما كانش فيه الموضوع ده إيه اللي تغير طيب إحنا في ظل العدوات التنفسية اللي بتادن تنتشر وإحنا فقعدنا ثلاث سنين كنا في معزر بسبب كورونا فبالتالي إحنا في الثلاث سنين على فكرة بتوع كورونا دول ما كناش بنشوف إنفلوانزة خالص لإحنا كنا بنطبق إجراءات تباعد نظافة غسيل أيدي فبالتالي ما شفناش الإنفلوانزة حصل بقى في السنين اللي فاتوا نوع بقى طبعا من الإختلاط مرة أخرى فبالتالي أكثر ده ما كانش بتتعرض لعدوات التنفسية مجرد المخلوي دور البرد العادي مجرد إفرازات الإنفل مجرد طيارات الهواء الساعي الطفل ممكن يخش منه في أزمة طب هل الجلسات واستخدامها فيه ضرر ولا لا تؤخذ تحت وصفه طبي وما فيهاش ضرر لأنه هي وبارة عامة ده معينة مزيب للبلغة موسع للشعب المخار ده اللي يطلع بالفعل بفك صدر الطفل ولكن طبعا فيه بعض المواد بيكون خطر على مرض القلب لأن فيها مادة موسع للشعب ويقادي رزالة ترباط القلب فيأخذ هذه المادة بحذر فقط لغير ولكن هي أمان جدا ما فيش منها أي ضرر خطورة إذا أخذت تحت إشراف طبي هنا بقيت الأمهات لكن أنا مش بعود ابني كده يعني أنا مش دكتورة معرفش بس مش أنا كده بعود رئة ابني على حاجة معينة طول الوقت طب السؤال ده بنسأل عليه لما مريض الحساء بمشي على البخاخة وأقول للأم ابنك هيمشي على البخاخة بتقول لي هو كده مش هياخد على البخاخة وهيفضل ياخد البخاخة طول عمره هقول لها يا أمي هو أنت تفلك لما بيتعب بتعمله إيه بروح للدكتور وبيدي له حق مضاد الحياة طب هو مش هتعود على المضاد الحياوي مش هتعود على الدواء اللي بتاخده طب إحنا لما ندي له سبيل أكثر مأمونية لأن البخاخة والجلسة هي ما بتخشش جسم الطفل ما بتخشش معدته ما بتنتصش بتشتغل على الرئة بصورة موضوعية بتقلل من الالتهاب بتوسع من الشعب الهوائي ولا أنت عايزة كل أسبوع تروح للدكتور أول ما تسدره يقفل أخذ حقنة كورتزون ومضاد حياوي وهبقى فرحانة أنه خفه بعد أسبوع يتعب تاني وانت مش وعي أن انت بتقرري مضاد حياوي وكورتزون ما أنا ما خدش على حقنة الكورتزون اللي كل أسبوع بتدهل في الصيدلية هو في حاجة اسمها خدع البخاخة أو خدع الجلسة ما فيش رئة بتاخد على حاجة رئة طفلك هي اللي مصابة هي اللي فيها حساسية هي اللي محتاجة موسع على طول أنت كنت بتدهوله بصورة مختلفة بصورة ضرة اللي هي حقنة كورتزون أو أروح أديره دواء كورتزون يقلل الالتهاب أول ما مفهول الكورتزون يروح ابني بيتعب تاني أديره كورتزون تاني طم أنت كده هو ما خدش على الكورتزون لأ ما فيش حاجة اسمها خدع على دواء هو مصاب بيحتاج إلى النوع ده فبتديره الأنسب لسنه لظروف الصحية الحاجة الأقل لأثارة الجانبية هي الجلسة هي البخاخة على عكس المعتاد إما أعتقد هو البخاخة دي هتبقى إدمان ما فيش حاجة اسمها إدمان ابنك لو مريض حساسية بيحتاج للعلاج ده سواء بصورة وقتية أو موسيمية أو لو هو بقى مريض مزمن ومريض أزمة مزمن هيحتاجها على طول هي ما فيش درر بل بالعكس بتغنيك عن أدوية قد تكون أكثر تكلفة وأكثر دررا على صحته لها الكورتزيونات الفموية لأن طبعا استخدام البخاخة لمدة عام كامل لكني خدتي معلقة دواء واحدة فيها كورتزون شوفي إحنا أفراطنا قد إيه بنروح والأم بتكرر أدوية كثيرة جدا جدا تحتوي على نسبة الكورتزون وهي دررا جدا لصحة هذا الطفل